أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة سير مشروع ممشى أهل مصر الحضري الكبير في ضوء تكلفات الرئيس عبدالفتح السيسي باستكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله وخلال اجتماعه مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع تم استعراض تقرير حول سير العمل بمختلف قطاعاته كما عقد رئيس الوزراء اجتماعه مع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة لمناقشة وحل مشكلات عدد من المستثمرين بالمحافظة وذلك في طريق هود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثمارتهم والتغلب على التحديات التي تواجههم وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات